اخيرا مجموعة بي بي كي و اوبو تنزلوا على المعالج الاسري السبعمية وعشرين وحدثوا بمعالج جديد فايف جي من شركة ميديا تيك دايمن سيتي تسعمية فايف جي تسعة ستة نانو متر بيديك على انتوتو بيديك حوالي ربعمائة وعشرين الف نقطة بس اصد ما حدثوا المعالج كده فحدثوا السعر واصبح قيمة مقابل ضحك انت متخيل تليفون من شركة اوبو بمعالج دايمن سيتي تسعمية عشر تلاف جنيه الفين ريال اه هم اينا عمدينك هداية سماعة وكده بس يعني صراحة التليفون ده يضحك انا جاي اضحك النهاردة ولا بص بقى انا الشركة دي ناصل بتستفزني اه الماتيريال كويس والخامات كويسة والشاحن سريع وخمسة وستين واط وسلك الخاماته كويسة اه بس انت في النهاية يعني انت بالنهاية شركة اوبو ومعالج متوسط اما لو المعالج رائد كنت عملته فينا ايه ماشي عموما بيجي لك ايه بقى في العلبة بيجي لك سيدي سماعة اسمها ايه واحد وتلاتين اوبو اه سماعة برابر لو انت بتحب الربر اللي في الودان طبعا ما ببطيقوش بس سماعة برابر لو انت بتحبه اه هدية تليفون لسه منزلش مصر وهو موجود في السعودية بقى الفين ريال على نون ومعظم يعني المتاجر الالكترونية والعادية حتى بقى الفين ريال وطبعا دي قيمة مقابل اه شقلبة يعني ايه هجلقان اللي انتو بتعملو ده المهم بيجي لك سيدي فايف جي المعالج اه من ميديا تيك بيجي لك الكارتونة على هيئة اه سماعة فوق وتحت بيجي لك التليفون علبتو بتبقى لونها اخضر بيجي لك اه جراب والضمانات دبوس الشريحة في علبة سودة كده شكلها فخم وحلو يعني اه علبة كارتون اه بس شكلها فخم كده حلو وبيجي لك تحتهم التليفون المغلف عليه لازق سكرين بروتكتور يعني اه اتصحك تشيلها لانها هي اعتبر ايه السكرين بروتكتور دي يعني بلاستيك بيجي لك بقى تحت الشاحن اللي خمسة وستين واط اللي بيشحل لك البطارية بالكامل في واحدة تلاتين دقيقة على حسب بكلام شركة اوبو العظيمة وبيجي لك خماته حلوة فعلا يعني احسن كمان من اللي بيجي مع الشاومي ودي حاجة يعني باينة من الخامات خاماته تقيلة وحلوة محملة وبس هي دي اللي بيجي لك في الكارتونة ولا بقى سماعة معروفة يعني الشاومي والأوبو ما بيجوش معها سماعة والكلام من ده ومعك دمان سنتين والدنيا جميلة قوي السعر حلو الصراحة السعر جيب من السعر بتاع التليفون ده بيجي لك بقى التصميم يعني يا ريت مسلا عقصاد السعر ده بيجي لك حاجة مسلا مميزة مسلا شاشة مسلا متنهية الاطراف لا ده فيه تحت ده فيه تحت يا معلم مش دقن ده فيه دقن وشنة بتحت يعني شايفين اللي تحت دي ده مفيش حاجة اسمها كده في التليفونات المتوسطة ده الريدمي عشرة اللي هو بألفين ونص ولا بتلات تلاف جنيه يعني معلش بيجي لك اقل من دي تحت يا جماعة اللي انتو بتعملوه ده الشاشة بتجي لك تسعين هرتز مش بتجي لك مية وتمية وعشرين هرتز تحديث الشاشة بتجي لك سطوع سطمية بس ما بيوصلش لتسعمية ولا الالف سطوع الاقصى بتجي لك الف وتمانين وبتجي لك تسعين هرتز اموليد فيها اتش دي ار تن ودي حاجة حلوة وفيها سوبك بتاع الكاميرا الاثنين وتلاتين ميجابيكسل على الشمال شاشة حلوة مش وحشة بس مش في فئة السعر دي تصميم من برا يعني بيقولوا ان هم عاملين الكاميرا بالسراميك وحواف الكاميرا كده معمولة بالسيلبر يعني حاجة مادة زي الالمونيوم بس هم من الظهر جلاس يعني من الظهر قصدي مش جلاس من الظهر بلاستيك هو في تطريزة كده مموجة بتغير اللوم على الاضاءة وبيجي لك يعني بتصنفر لو انت بتحب صوت الصنفرة ده ومعاك زرار البار على اليمين اللي بيعلي الصوت ويهديه مع الشمال تبوس الشريحتين فوق وبنشكر طبعا شركة اوبو العظيمة على الشريحتين وكارت الممري اللي موجودين في نفس الوقت من فوق عندك مايك للعزل ومن تحت عندك مايك تاني للعزل ومدخل التلاتة ونص ميلي بتشكرهم طبعا شركة اوبو العظيمة واليوز بي سي اللي بدعم الشحن السريع الشحن مكتوب عليه خمسة وستين ولما بيجيش عن التليفون بيبقى مكتوب تلاتة وتلاتين واط فوق تشارج والسماعة الخارجية موجودة بالاسفل بفتحات يعني مرصوصة كده بشكل يعني شكل جديد نسمعكم بقى السماعة الخارجية العظيمة طبعا ما بيجيش ما بيجيش سماعة فوق سماعة تحت يعني الريدمي عشرة بيجي فيه ستيريو سبيكر والاليفين برو بتاع الشاومي الاليفين برو بيجي بيجي فيه برضو ستيريو سبيكر فوق وتحت وبردو لسه اسعار للتليفون اللي لنا بتهم دول واحد بتلاتة والتاني بستة ونص عموما هنيجي لموضوع السعر ده بعدين لان موضوع السعر ده يعني يا جماعة شركة عظيمة الشركة دي انا منبهر بصراحة التليفون بقى عشر تلاف جنيه ده فين الصوت تاعم سماعنا الصوت هو الصوت حلو بس تحس ان انت يعني مكتوم كده شوية يعني هو عالي بس تحس ان انت جاي من من الكهف الصوت جاي من الكهف زي ما انتو سمعتو الصوت حلو عالي وكل حاجة بس مش سيريو سبيكر وفي نفس الوقت تحس ان هو ايه جاي من يعني شوية كده كهفي شوية طيب بتاع نسمع مع صوت المايك المايك العظيم بتاع شركة اوبو العظيمة الصوت برضو كويس مش وحش ده صوت المايك مع الدوشة مع الحاجات اللي حواليه دي مع الهوى ده صوت المايك بتاع الاوبو رينو سيبن 5 جي اه 5 جي وركزوا على 5 جي دي فصوت المايك حلو صوت السماعة الخارجية حلو الشاشة حلوة بس مش احسن حاجة في سطوع اعلى منها وفي هيرتزية اعلى منها فا والبادي من بره بلاستيك ومن فرونت كورنينج جوريلا جلاس 5 اللي ما يعرفش الكورنينج جوريلا جلاس 5 ده شركة كورنينج دي مشهورة بس عندهم اصدارين احدث من عندهم يعني طالما انتم حطيتوا بقى تلفون بعشر تلاف طب حطوا احدث نسخة بقى من من حماية الشاشة حطوش حطوا نسخة موجودة من حوالي تلات اربع سنين طيب خلينا كده نتكلم شوية عن اداء البطارية البطارية بتجي لك ايه اربعة خمسمية البطارية تدعم الشحن السريع خمسة وستين واط بتديك الشحن فول مية في المية بحوالي واحد تلاتين دقيقة ومش بعيد برضو عن الريدمي الشاومي الاليفن برو بيديك برضو شحن في اتنين واربعين دقيقة بيديك فول خمسة وستين واط برضو تمام بس التانية بقى بطارية محترمة خمس تلاف غير هنا هنا برضو بطارية محترمة وكل حاجة وهتكمل معاك اليوم بس لو انت فحيت ده لعب وكده مش هتكمل معاك اليوم بالكامل يعني بحتاجة تشحنها مرة في نص اليوم ونص ساعة هتفولها ودي حاجة يعني ميزة وعيب هي البطارية اه مش كبيرة قوي بس في نفس الوقت ايه بتشحن بسرعة من ناحية بقى الاداء الجهاز بيجي لك يا سيدي ولا اول مرة في تاريخ اوبو تحدث عن سبعمائة وعشرين جي اللي سناب دراجون حطت لك يا سيدي دايمن سيتي التسعمية ستة نانو متر بيجي لك بتقنية الفايف جي وركز على الفايف جي ده عشان هو موجود في مصر يعني ان شاء الله كده خمس ست سنين تكون انت اصلا بيعطي التليفون ده فالتليفون بيجي لك وبيجيب لك على بيجيب لك حوالي ربعمائة وعشرين الف نقطة اللي هو يعني انت بتتكلم في فرق ما بين وما بين الستة نانو متر برضو اللي موجود في طبعا انا مركز على لان هو يعتبر نفس الاداء نفس يعني نفس الامكانيات بس السعر اقل هناك هناك توتو مية خمسين دولار وهنا خمسمية دولار فهناك بستة ونص مصري وهنا بعشرة والفرق مش كبير لو جيت بص على مثلا زي ما انت شايف كده اصلادك هتلاقي ان الفرق ده بيجيب ربعمائة الف وده بيجيب ربعمائة عشرين الف يعني الفرق الصالح بس مش اللي هو ده فرق بسيط ممكن في بتاع الحاجة بسيطة اللي هو نفس المعالجة اللي بتاخدها من هنا هي بتاخدها من هنا في اتنى ناس طبعا بترتاح للاسناب دراجون لانه بيدعم التحديثات في الالعاب والكلام من ده فبتلاقي في دعم اكبر للاسناب دراجون فبالنسبة للاداء يعني حلو كل حاجة بس فئته السعرية عالية اوه يا جماعة يمكن عشان هو لسه نازل خلينا نتغادع على الموضوع ده دلوقتي ونشوفه بعضين بيجيلك تمانية جيجا رام متين ستة وخمسين داخلين داخلي سريع وبيجيلك اه الجهاز مدعوم بقى من اه بفوش مقاومة 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 يعني هو مفوش مقاومة بس هو مدعوم بقى بالنفسي البلوتوس خمسة فاصلة اتنين اه واي فاي سيكس الحاجات اللي هي حديثة طبعا يبقى عيب يعني لو مش موجودة فيه بس طبعا ما بيدعمش بالنسبة لكاميرات بيجيلك كاميرا اساسية اربع ستين ميجا بيكسل وكاميرا الترواية تمانية ميجا بيكسل وبيجيلك كاميرا مايكرو اتنين ميجا بيكسل الصور عادية مش اللي هو واو ده طيب مش انت بدينا سعر عالي ومعالج متوسط مسلا الكاميرات في حتة تانية لا عادية خالص يعني قريبة من حاجات كتير او اقل منها باربع خمس تلاف جنيه مش بعيدة يعني اه بيجيلك كاميرا سيلفي اتنين وتلاتين ميجا بيكسل زويتها عريضة شوية برضو نفس الكلام في السما بتلسع يعني مش اللي هو الكاميرات الواو حلوة اه مقبولة تقدر تستخدمها موجودة تمام بس اللي هو برضو في فيقت السعر عالي يا جماعة لا اه مش متنفس يعني في حاجات تانية تديها بالجزمة فهو ده بالنسبة بقى للتصميم للامكانيات للسطوع للشاشة للفايف جي اللي محدش بيستخدمه في مصر بس يعني هيديك دعم فور جي اسرع لو انت عايز فور جي اسرع يعني هيدعم الموضوع دوا وبس هو ده كل حاجة عن التليفون انا مش عارف ما فيهوش حاجة مميزة يعني اقول لك عليها مسلا مقاومة مقابلو الغبار او مسلا فيه مسلا اه استيريو سبيكر او مسلا فيه احمال الشاشة عظيمة او سطوع الشاشة عظيم او الهرتزية بتاعت الشاشة عظيمة مية وعشرين مسلا او المايقات مسلا اه يعني التليفون عادي يا جماعة دي حس ان هو يعني فيها متوسطة وما فيهوش ايها طب ايه مميزاته بقى لو اضغطينا لو انت يعني خلاص انت اتقبلت موضوع السعر هقول لك يا سيدي مميزاته عندك شاشة تدعم حلوة دي في الالوان وكده القرار بتاعها ممتاز عندك ما عندكش سماعة الخارجية صوتها عالي اه الشاشة محترمة البطارية تمشي معاك اليوم لو انت استخدمها لك متوسط كاميرات اه متوسطة معقولة تقدر تستخدمها بس مش اللي هي الطب في الفئة المتوسطة ديا تصميم انا شايفه عادي جدا من ورا ممكن يكون مقبول بس من قدام انا مش عاجبني البزل البزل اللي تحت ده وانش انا بودقني اللي تحت ده كبير اوي 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 والمعالج نفس الكلام في الفئة المتوسطة موجود في تليفونات ارخص منه بكتير طيب هل بقى في النهاية تشتري التليفون ده لو ما تشتريهوش تشتريه في حالة واحدة بس لو انت بتحب اوب غير كده ما تشتريهوش لان التليفون ده يعني اه انا بحب مسلا حاجة زي الاليفين برو شاوم الاليفين برو بيجي بيجي لك بالمعالج ستة مية خمسة وتسعين ستة نانو برضو بيجي لك نفس الاداء يعني وبيجي لك بطارية خمس تلاف نفس شرعة سرعة الشحن خمسة وستين واط وبيجي لك شاشة تحديس مية وعشرين هرتز برضو كورن الجوريلا جلس فايف اه وراء قدام ازاز مش زي هنا بالضهر بلاستيك فسرعة البصمة يعني حلوة برضو مقارنة بينها هنا البصمة تحت الشاشة سريعة برضو حلوة ما فيش مشاكل فيها معروفة يعني في الموضوع البصمات بس بقى فرق السعر كبير تاني بستة ونص وده هو لسه منزلش في مصر يعني بس هو في السعودية بعشرة عاكيدة السعر في مصر بعشرة برضو يعني كبيرهم يسعروا بتسعة عشان يمشوا السوق بعد الغالة ده ففيه فرق سعر جامد فيه فرق ثلاثة او اربعة تلاف جنيه ما بين وما بين الشاومي فانت لو هتشتري لا اشتري يعني قيمة مقابل سعر حقيقية اما هنا ده قيمة مقابل اوبو قيمة مقابل ضحك مفقرين نفسهم بقوا مقابل خلاص يعني قابل عندها نظام خاص بيها كاميرات احسن كاميرات احسن فيديو يعني الفيديو اللي بصوره بالكاميرا بتاعت الايفون يعني في حتة تانية مفيش بقى فيش هزار في القاميرات هنا فأنا معرفش بقى هما ليه بيسعروا يعني فقالين نفسهم قابل ولا ايه يعني سامسونج ذات نفسها انا بانتقدها لان ازاي توصلوا الاترا دوا لالف وربعمائة دولار بتاعي يعني يعني الله يرحم قبل ما الايفون اكس ينزل ده ويوصلوا لالف دولار كان ادخن تليفونها عند ادخن شركة اندرويد كان تمنمائة دولار تمنمائة وتسعين دولار ولا تسعمائة دولار انت دلوقتي وصلت الالف وربعمائة طب مقابل ايه يعني طب عليش سامسونج دي يعني يعتبر هي اللي بتناطح قبل في الفئة الرائدة اما ايه اللي انتو بتعملو ده فيها متوسطة بعشر تلاف جنيه خمسمائة دولار ايه عم ده يعني لو فيه معالج مسلا تمنمائة وسبعين اه تمنمائة تمانية وتمانين وقول لك ماشي يعني فيه معالج حلو بتاع وهنضغضى بقى عن الشاشة اللي هي قد كده دي للبيزل والصوت اللي هو يعني بسماعات مش استيريو مفيش مجاومة للماء هنضغضى بقى نحاول ايه نحن نمشي حان عشان خاطر الالعاب بطارية الارمعة ونص مش خمسة هنضغضى اما انتو منزلين معالج متوسط وكل حاجة متوسطة والسعر رائدة لأ بتهزروا كده بس يا سيدي هي دي كانت كل حاجة عن القيمة مقابل فلو حد عنده اسئلة بقى حد عايز اشتري حاجة في الفئة دي لو ما تشتريش تروح اشتري بتاع شاومي ووفر فلوسك ووفر تلات تلاف جنيه واشتري هتلاقي عمل ستة ونص او سبعة تلاف لو عايز تمانية رامات او كده هتوصل لسبعة ونص مش هتوصل لده خالص يعني ده ده مع نفسه ده في السعودية هتلاقيه بالف وتلتمائة وخمسين ده اعتقد نسخة الستة رامات هتوصل لالف ونص مسلا لو انت هتجيب التمانية رامات فكل حاجة بقى اتكلمنا فيها عن التليفون ده وخلصنا لو حد عنده بقى اي اسئلة اي كوميديا بقى عن التليفون ده غير اللي احنا قلناها يعرفنا تحت بس هو ده اخنا كل حاجة عن الفيديو وشوفكم الفيديو اللي جاي ترجمة نانسي قنقر